كشفت أودي عن سيارتها A6E Tron الكهربائية الاختبارية بالكامل في معرض شانكهاي للسيارات والتي يبلغ طولها 4 أمتار و 96 سنتيمتر وعرضها 1 متر و 99 سنتيمتر وارتفاعها 144 سنتيمتر تمهيداً للكشف عن أول سيارة أودي يتم بناؤها والتي سيتم الكشف عنها في 2022 وتتميز السيارة بلغة تصميم أكثر تقليدية من سيارات أودي الكهربائية الاخرى مع شبك كبير مغلق محاط بمأخذ هواء في الأسفل والجانب لتبريد البطارية ونظام الدفع وستحصل على بطارية بقدرة 100 كيلو واط في وسط السيارة مع تقنية شحن بقوة 800 واط لتتمكن من شحنها بنطاق يبلغ 300 كيلو متر في 10 دقائق فقط ترجمة نانسي قنقر